السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد اليوم بدنا نعمل تخطي لحساب الاي كلاود لجهاز ايفون 7 بادات حفيدك اخر تحديث ياريت بالبداية اذا ما تشترك بالقناة تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد اللايك كثير مهم يا جماعة والاشتراك بالقناة كثير مهم حتى نتشجع ونكمل ونظل ننزل فيديوهات قلة التفاعل بتخليني يعني الفترة الماضية اذا شفته ما نزلت كثير فيديوهات لانه ما فيه كثير تفاعل يعني حتى الواحد بيستفيد من الفيديو ما حتى بكتب تعليق ولا حتى بيكبس لايك على الفيديو وانا متأكد الكل بيفتح تليفونه وكل اموره تماما فيريت يا جماعة لا تقصر معنا في هذا الموضوع في عندي اول شي ملاحظتين لازم ضروري تنتبهوا عليها دايما اقرأ عنوان الفيديو بشكل واضح لما يكون الفيديو مكتوب عليه بشبكة وكون الفيديو بشغل شبكة اذا ما كان مكتوب عليه بشبكة كون الفيديو ما بشغل شبكة لا تخلط الموضوعين في بعض تمام هاي بالنسبة الخطوة الاولى زي ما انتو شايفين الجهاز على اصدار 15.8 ايو اس ومسكر اي كلاود طبعا انتو اشتكتوا لهذا الجهاز اكيد تعرفوه 7 صديقنا هذا الجهاز 10 عمر نفتح اداة تحفيدك اخر اصدار تفتح معنا في هاي الواجهة الجميلة زي ما انتو شايفين الاداة ما تعوب عليها يا جماعة استاذ عماد يعني عمل كل تحديثات صارت الاداة هلا تشمل من ايفون 6 6 بلس اللي هم اداة خاصة رح نشرح عليهم فيديو ان شاء الله اللي هي من اداة حفيدك اصدار 12 و 14 شرحتها انا في الفيديو السابق وباقي الخواص كل اياتها من هاي الاداة اليوم بدنا نشرح ايفون 7 رح نشرح كل الاجهزة كل جهاز لوحده اول خطوة بدك تعملها هل الجهاز بوضع التشغيل طبعا جهاز ما له بصمة اقدر افتح لهاي هو هلأ معطيه انه على شاشة الهلو سكرين ماجي بعمل تشيك ديفويس للجهاز هاي اول خطوة بدي اعملها بالجهاز عمل تشيك بنسخ الاي سي اي دي تبع الجهاز كنترول سي وبروح على سيريال ريجستريشن تفتح معنا الواجهة بالشكل هاد بنزل الاسفل بروح بختار ايفون 7 وبعمل لسق هون لل اي سي اي دي وبنتظر الوقت يكتمل عشان اعمل اكتف هذا التفعيل مجاني على الاداة مجانية بالكامل بجميع خواصة ننتظر لغاية ما يكتمل الجهاز للوقت هذا يكتمل انا بتقدر تكبس لايك يعني حاليا انت تستنى يريت يا جماعة اي فيديو بدكم اياه تكتبو لي اياه بالتعليقات يعني احبين شرح لا اشي معين اكتبو لي اياه بالتعليقات الاشياء اللي بنقدر عليها والمتوفرة مباشرة ما بقسر معكم بعملكم الفيديو حتى لو كان فيديو اذا كان عليه اقبال حتى لو الفيديو صغير يعني او شغلة بسيطة بعمل عليها فيديو ما في مشكلة رح اعملكم على تغيير سيلة النمبر لكل الاجهزة بشكل مجاني ان شاء الله فيديو فيديوهات القادمة زي ما شفته خلص العداد ننزل ريجستر اي سي اي دي هنا لو نزلنا الاسفل هنا اعطاني تم اضافة هذا الجهاز من قبل لاني انا اعمله اكتب قبل اياه الان الخطوة الاولى بدي اعمل جنريت اكتباشن نو سيري نمبر بضغط عليها بنتظر زي ما شفته عمل الاكتباشن الان بقول لك انتر باوند كيف بدي ادخل الجهاز بوضع الباوند بفتح الاداء الخاصة وهون الجلي بريك بضغط عليها تفتح معي بالشكل هاد الخيار الثاني والثالث مختص بايش بجي البريك شرحناه في الفيديوهات السابقة الخيار الاول اللي هو اول خيار هون هذا مختص انه يحط الجهاز بوضع الباوند وبسهل عملية الباوند بشكل كبير من يجي هون نختار الخيار الاول ومنعمل نيكست مباشرة رح يدخل الجهاز بوضع الريكيفري زي ما انت شفته دخل الجهاز في وضع الريكيفري الآن الخطوة الثانية من ندخل الجهاز بوضع الديفيو مود لازم اكبس ستارت مع زر خفض الصوت زي ما هو واضح في الصورة والباور مع بعض وبعد ما يصير العداد بالاسفل لرقم تمانية رح افلت الباور وضل ضاغط على خفض الصوت زي ما احنا شايفين بالشكل هات نضغط ستارت نضغط بنتظر العداد عشرة تسعة تمانية بفلت الباور بضل ضاغط على خفض الصوت لوحدها ما اخد معي بعمل فكس درايف لانه دخل الجهاز بوضع الديفيو مود رد تفعل الخيار زي ما شفته كان مش متفعل ورد تفعل ليش لاني تأخرت شوي ما صار شي عملت فكس درايف مباشرة رجأت فعل الخيار النيكست بعمل نكست الجهاز طبعا بوضع الديفيو مود والان رح يدخل في عملية الباوند في ناس بتواجهها مشاكل في عملية الباوند بكون الجهاز المعالج طبعه AMD او بكون عنده مشكلة بالتعريفات يعني بس هاي هي المشكلة بتكون عنده بجهازه زي ما شفته الجهاز دخل في وضع الباوند بكبس بعمل كويك هنا طلعنا من هاي العملية الخطوة التالية وهي اني بعد ما دخلت باوند بدي اعمل ارجع check device للجهاز اعطاني ان الجهاز داخل في وضع الباوند الان بدي اعمل put device 15 لانه اصداره 15.8 اذا كان اصدارت جهازك 16 اذا تعمل put لل 16 و هون زي ما انتو شايفين في التحديث هات صار يحمل تلقائي من السيرفر الملفات الملفات الرام ديسك و مجرد محملها راح مباشرة يبلش ينزلها على الجهاز بالشكل اللي انتو شفتوه بشكل تلقائي بالكامل و لازم الجهاز يدخل معنا و وضع الرام ديسك و يعمل كمان عملية ال ssl بشكل كامل بدون ما تضغط اي زر بشكل كامل زي ما شفتو بلش الجهاز ياخد الرام ديسك و الآن دخل في عملية ال ssl عشان نعمل ssl يفتح القناة و لا بعمل mount يعني كل العمليات بعملها ورا بعض بشكل كامل و انا بحكي لك انه سكسس الجهاز جاهز معمول له باوند بضغط على اوكي هيك انا عملت باوند و عملت رام ديسك و الآن ضل عندي الخطوة الاخيرة و هي اني اضغط هلو اكتف ايو اس 1516 بضغط عليها طبعا اول خطوة generate activation اذا ما كنتم اخذها ما رح يعمل معك اخر خطوة بكتنتبه على الخطوات بشكل كامل ما تتجاوز اي خطوة عشان اتم معك العملية بشكل ناجح مية بالمية زي ما شفتو بلش ياخد في الاوامر و الآن بعمل عملية الاكتف ايشن اللي هي تفعيل الجهاز زي ما شفتو اعطانا device successfully activated باي حفيدك هيك الجهاز تمت عملية التخطي بنجاح ننتظر الجهاز اللي هيشتغل طبعا انتو عارفين يا جماعة انو هذا الجهاز ما عليه ما عليه كبس الهوم رح نعمل هيك عشان نفتح هوم نفوت على ستنج بنرجع بنرجع تاتش تاتش ان هي بس عشان الجهاز ما عندي فيه كبسة هوم زي ما شفتو الجهاز فتح بشكل كامل والامور ممتازة اذا عجبك الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة نراكم على خير ان شاء الله في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته